وفي السياق المتصل أكدت سيدة دانا ستراول نائب وكيل وزارة الدفاع الأمريكي على أن مملكة البحرين أظهرت للعالم ريادتها في احتضان القمة الأمنية حوار الملامة والتي تعقد بشكل سنوي وتضم نخبة من صناع القرار والمفكرين وممثلي المراكز البحثية في العالم وأعربت المسؤولة الأمريكية عن سعادتها بالمشاركة في أعمال القمة التي تتيح للحضور مناقشة الفرص والتحديات في المنطقة لفتة إلى أن ذلك يسلط الضوء على دور البحرين الريادي في تنظيم المؤتمرات ذات الأثر الكبير على المجتمع الدولي وأكدت ستراول على ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة من علاقات استراتيجية منذ عقود طويلة أضافت أن البحرين أظهرت للعالم ما يمكن أن يحقيقه التعاون المشترك بين مختلف الدول وأعربت نائب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية عن تقديرها للدعم الكبير الذي تقدمه مملكة البحرين للأسطور الخامس وكذلك للتحالف المشترك الذي يسهم في تسهيل عمل القوات البحرية مع القيادات في المنطقة بما يحقق مصالح الجميع